رقية أم كلثوم فاطمة تقارب أعمار ظلع ومسمار أولا رقية وأم كلثوم زوجتاء الخليفة عثمان رضي الله عنه ابنتاء خديجة والرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام شقيقتاء فاطمة البتول عليهن السلام ثانيا رقية وأم كلثوم والزهراء عليهن السلام توفيا في سن الشباب ما دون الثلاثين وقريبا من العشرين عاما ثالثا في صدر الإسلام لم يحدد ولم يذكر سبب وفاة فاطمة ورقية وأم كلثوم بنات خديجة والرسول عليه وعليهن الصلاة والتسليم لا في شهادة الوفاة ولا في سجلات الطب العدلي ولا في مكاتب الدفن في مقبرة البقية في ذلك الزمان رابعا هنا يتفاعل التدليس ويتنشط الخيال وتكتب القصص والطقوس والخرافات المتحكمة بالعقول والمحركة للعواطف كخرافة الباب والعصرة والمسمار والضلع المكسور والمحسن والإسقاط خامسا إن المنهج الشيعي منهج مؤامرة ومكر منهج يصنع التجهيل والمغالطة والسفسطة ويستخف بعقول الجهالة والأغبياء ويزرع الوهم والخرافة سادسا من الوهم والتفاهة اتهام الخليفة عمر رضي الله عنه بمقتل الزهراء عليها سلام وتبريره بأن وفاتها مبكرة في سن الشباب فقد ماتت مقتولة ويكون عمر والصحابة وكذا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم في مرمى الاتهام وغرضا لسهام الحقد والمكر والهيمة المضلين سابعا المفروض أن منهج التجهيل في وفاة الزهراء عليها سلام يجري ويشتغل في وفاة شقيقتيها رقي وأم كلثوم عليهم السلام خاصة مع اتهام الشيعة الدائم لعمر وأبي بكر وعثمان والصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم بسوء النية والمكر المستمر منذ دخولهم الإسلام ثامنا يا أصحاب منهج المؤامرة والغدر من الذي قتل وتسبب في مقتل رقي وأم كلثوم ابنتي خديجة والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولماذا لم يشتغل منهج التدليس والخيال والخرافة هنا كما اشتغل في وفاة فاطمة عليها السلام تاسعا يا صناع منهج التجهيل والغدر أين اتهامكم للخليفة عثمان الأموي رضي الله عنه في مقتل زوجتيه رقي وأم كلثوم عليهم السلام كما اتهمتم عمر رضي الله عنه في مقتل فاطمة عليها السلام خاصة مع حديثكم عن حقد وشر أموي متأصل ومع تدليسكم روايات في لعن بني أمي قاطبة بلا استثناء عشرا أين اتهامكم لعمر رضي الله عنه في مقتل رقي وأم كلثوم عليهم السلام كما اتهمتموه في مقتل أختهما فاطمة عليهم السلام خاصة مع تثبيتكم معارضة أبي سفيان الأموي لخلافة أبي بكر رضي الله عنه وأنه أراد الخلافة للأمويين وإلا فللهاشميين دون غيرهم وقد مادر أبو سفيان إلى مبايعة الإمام علي عليه السلام لكنه عليه السلام رفض الحادي عشر يا كذبة أين أكذوبة وخرافة الباب والعصرة والمسمار والضلع المكسور لرقي وأم كلثوم عليهم السلام كما كذبتم واختلقتموها لفاطمة عليها السلام الثاني عشر يا مبتدع أليف أين رقية وأم كلثوم وفاطمة والرسول عليهم الصلاة والسلام من التعداد والجزع والعويل واللقم والتطهين والزعف والتطهير وباقي الطقوس بمصاب خديجة عليها السلام با أين رقية وأم كلثوم وفاطمة والرسول عليهم الصلاة والسلام من اليوم التاسع التاسع والعاشر العاشراء والمسير وزيارة الأربعين لقبر خديجة عليها السلام جيم أين رقية وأم كلتوم وفاطمة والرسول عليهم الصلاة والسلام من القبب والصناديق والشبابيك والذهب والفضة والحديد والبناء على قبر خديجة عليها السلام دال أين رقية وأم كلتوم وفاطمة والرسول عليهم الصلاة والسلام من التبرك والتشفع والتوسل والنذور لقبر خديجة عليها السلام الثالث عشر يا مراجع يا عماء مياشعة أليف أين فاطمة والرسول عليهم الصلاة والسلام من التعداد والجزع والعويل واللطم والتطيين والزحف والتطبير وباقي الطقوس بمصاب رقية وأم كلتوم وأمهما خديجة عليهم السلام المهندس الصخي الحسني أمهما خديجة عليهم الصلاة والسلام أمهما خديجة عليهم الصلاة والسلام